هما الناس في النار هيبوا عاملين ازاي متخافش متتخضش ده انت ليك مفاجأة عندي في اخر الفيديو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وارب تكونوا بخير انا جاي النهاردة اوصفلك الناس في النار عاملين ازاي علشان تحرك نفسك ولما تكسل في يوم من الايام يقول لها لا ده فيه نار انا استحالة ادخلها وليك عندي في اخر الفيديو عمل صغير جدا هينجيك من النار ومن كل اللي انت هتسمعه في الفيديو ده لما نيجي نشوف الناس اللي في النار عاملين ازاي فهمبص اول حاجة على وشهم وشوش الناس اللي في النار مظلمة وشوش الناس اللي في النار سودة اوي كلها كآبة وكلها حزن وكلها زلة وهوان الله سبحانه وتعالى بيقول في القرآن والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم زلة فالهم من الله من عاصم كأنما اغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة والعياذ بالله اللهم سلم ربنا يا ربي نجينا من النار الناس في النار احجامها مش الاحجام العادية اللي احنا عارفنها وبنشوفها كل يوم دي لا احجام الناس اللي في النار بتتغير وبتتكيف علشان تقدر تواكب العذاب اللي هيشوفوه في النار ده عن ابي هريرة رضي الله عنه وارضاهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين من كباي الكافر من هنا لهنا مسيرة ثلاثة ايام للراكب المسرع عشان تروح من هنا لهنا محتاج تكون راكب عربي على 120 اقل تقدير ثلاثة يام بلياليهم انت متخيل الاحجام في النار هتبقى عاملة ازاي اللهم سلم يا رب اللهم انا نعوذ بك من النار ومن عذاب النار جلود الناس في النار مش زي جلودنا العادية دي اي حتة ازاز او اي حتة حديدة ممكن تقطعها وتعورها جلودهم ينج غليظة جدا علشان تناسب حجم العذاب اللي هم هيبقوا فيه بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين كفروا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ان الله كان عزيزا حكيمة ولما تيجي تبص على لبس الناس اللي في النار قلبك هيتقبض وجوارحك كلها اقسم بالله هتترعش لما تعرف ان ثياب الناس اللي في النار من نار بسم الله الرحمن الرحيم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار انت متخيل اللبس اللي انت لبسه علي جلدك مصنوع من نار وانت جوه نار اللهم سلم يا رب اللهم انا نعوذ بك من النار يومين عذاب النار وانيجي بقى لمقومات الحياة الاساسية الاكل والشرب في النار يا صديقي العزيز كل منطقة في النار بتختلف اكلها وشربها عن المنطقة اللي تحتها اصل مش كل اللي في النار هيعذبه بنفس المقدار كل واحد على حسب عمله الله سبحانه وتعالى بيقول ان شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم سيدنا بن عباس رضي الله عنه وارضا بيقول في يوم من الايام النبي صلى الله عليه وسلم قرأ قول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَقُوا اللَّهَ حَقَ تُقَاتِهُ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وبعد كده قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن قطرة من الزقوم قطرت في الأرض لأفسدت على أهل الأرض معيشتهم فكيف بمن هو طعامه ولا طعام لهم غيره رواه الترمزي انت متخيل معايا النبي بيقولك لو نقطة واحدة من شجرة الزقوم دي وقعت على السبع مليار بني آدم في الدنيا دلوقتي هتفسد عليهم معيشتهم مبالك مبالك باللي بيفطر ويتغدى ويتعشى وكل أكله زقوم مبالك اللي ملوش أكل أصلا إلا الزقوم طيب هو في النار بيأكلوا زقوم بس لا لا خالص بسم الله الرحمن الرحيم ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع الضريع دا يا صديقي هو عبارة عن شو ربنا بيقولك في القرآن لا يسمن ولا يغني من جوع لاستحال يسد جوعهم بل وبيعذب وبيقطع أمعاهم طب هل الضريع دا هو اللي بيقطع الأمعاء بس لا استنى علي انت لسه سمعت حاجة أو شفت حاجة الله سبحانه وتعالى بيقول في القرآن وسوقوا ماء حميمة فقطع أمعاهم يا الله والماء الحميم هو اللي اشتد حرارته قول درجة انه قول ما ينزل في بطنهم بيقطع الأمعاء بتاعتهم وسيدنا بن عباس رضي الله عنه وأرضاه بيقول في الآية اللي في سورة الكهر وإيه يستغيثوا يغاسوا بماء كالمهل يشوي الوجوه سيدنا بن عباس لما جاي عرف المهل بيقول ان دا زي بالظبط الزيت اللي من كتر ما اشتدت عليه الحرارة اسود من كتر النار اللي عليه تخيل ان المهل دا الزيت المغلي من كتر غليانه اسود دا اللي هم بيستغيثوا بيه ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم سلم اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم أنا العجيب يا صديقي ان في وسط كل الأهوال اللي انت عملت اسمعها دي هم مش متسابين انت مش انت ربنا يحفظك ويحفظنا جميعا يا رب الكافر في النار مش هيبقى حر دا هيبقى في وسط العزب دا كله مقيد طب القيود بتاعته دي ايه بسم الله الرحمن الرحيم إذ الأغلال فيه أعناقهم والسلاسل يسحبون مربوط من رأبته ومن إيده ومن رجله وعمال يتسحب في نار جهنم رعب نار جهنم رعب حرفية والله إلا أنا قلته لك دوت ما يجيش واحد في المية من النار في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعد مع الصحابة فسمعوا في رجة حصلت في الأرض النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له صحابة أتدرونا ما هذا؟ متعارفين إلا حصل دا؟ قالوا له الله ورسوله أعلم قال صلى الله عليه وسلم هذا حجر ألقي في نار جهنم منذ سبعين سنة وصل الآن إللقاع إنت متخيل أنا عايزك تستشعق أنا عايزك لما تبص للحرام تفكر كل دا أنا عايزك لما إيدك تبيدي تمتد للحرام تفتكر كل دا أنا عايزك نفسك لما توزك على الحرام وعلى معصي طرفات رابنا تفتكر كل دا أنا مش بقولك كل دا علشان أخوفك أقولك كل دا علشان كإلك خل بالا خل بالا معصيت Nuclear confess physics وتمنه غالي في الدنيا كدر ونكد ومن أعراض عن ذكري فإن له معيشة تنضنكة وفي الآخرة هديك عمال تشوفه وعمال تسمع إلا هيحصلهم في الآخرة أنا النهاردة صديقي مش جاي خوفك بس أو جاي يحكيلك الحكاوي المرعبة دي وامشي لا خالص أنا النهاردة قبل مسيبك لازم أقولك على عمل صغير جدا هينجيك من النار ومن عذاب النار اللي انت سمعته دوت عن عدي بن حاتم رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر النار أشاح بوجهه واستعاذ بالله منها اللهم إنا نعوذ بك من النار وقال صلى الله عليه وسلم اتق النار ولو بشق طمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة رواه البخارية ومسلم نص طمرة يا صديقي ممكن تنجيك من كل ده كلمة طيبة ممكن تقولها لموظف عندك أو لواحد في الشارع أو لصديقك أو لصاحبك في الشغل أو 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 لزوجتك أو لأبوك أو لأمك كلمة طيبة هتنجيك من كل ده عارف ليه؟ علشان انت بتتعامل مع الشكور سبحانه وتعالى هنعرف في الفيديوهات اللي جاية يعني إيه اسم الله الشكور دلوقتي حلا تبعت الفيديو ده لثلاثة من صاحبك وتقول لهم خلوا بالكم من النار شوفوا عذاب أهل النار عمل إزاي ونخلي بالنا جدا من حسناتنا وأي حاجة هيعملوها يا صديقي هتبقى في ميزان حسناتك قداله على الخير كفاعلة أشوف وشك على خير إن شاء الله في فيديو جديد بكرة بإذن الله السلام عليكم